استطاعت المجالس المحلية القائمة على إدارة المناطق المحررة شمال وشرق حلب تنفيذ مشاريع أنهت معاناة المدنيين بتأمين حاجاتهم من الغاز المنزلي وذلك عبر افتتاحهم معاملة تقوم على تعبئة الغاز بعد استيراده من تركيا أسطوانات الغاز في المناطق المحررة متوفرة بكثرة وبأسعار تناسب أصحاب الدخل المحدود في الوقت الذي تعاني فيه مناطق سيطرة النظام من أزمة معيشية وفقدان شبه كامل لمادة الغاز الأمر الذي تسبب بغضب شعبي بعد إذلال المدنيين للحصول على أبسط مقومات حياتهم بأقل من خمسة آلاف ليرة سورية يستطيع أي مواطن في المناطق المحررة أن يحصل على حاجته من الغاز دون الضرورة للوقوف على طوابير الانتظار ولو لدقيقة واحدة فيما يحتاج المواطنون في مناطق سيطرة النظام لأيام وربما أسابيع للحصول على أسطوانة غاز واحدة والتي يصل سعرها لأكثر من خمسة عشر ألف ليرة سورية هذا إن وجدت الحمد لله رب العالمين نحن في بلدنا المحرر التي حصلنا عليها بالحرية هي أبسط مقومات حياتهم ونشكر المسؤولين على هذا الشهاد التي أملون سعر جرد الغاز بسعر بسعر بسيط جدا بمناطق سيطرة النظام أسعار جرد الغاز وإزلال للمواطن وأرتال بتوقف لا يحصل على جرد غاز أو ما يحصل تأمين الغاز المنزلي في المناطق المحررة بأسعار مناسبة نقطة تحسب للقائمين على إدارة المنطقة فيما لا تزال المطالبات الشعبية مستمرة حتى تأمين مقومات الحياة اليومية من مياه وكهرباء بشكل دائم خالد أبو المجلي أوريينت نيوز ريفو حلب